السلام عليكم أعزاء المشاهدين مرحبا بالجميع في قناتنا أشخبارنا في فيديو جديد الهند براءة حمامة بعد اعتقالها ثماني أشهر في قضية التجسس للصين أعلنت الشرطة الهندية إطلاق سراح حمامة تم اعتقالها قبل ثمانية أشهر وذلك بعد تبرئتها من تهم التجسس لصالح الصين وأعطت الشرطة الإذن لمستشفى باي ساكر باي دينشو للحيوانات بي اس دي بي ايش اي بالإفراج عن الحمامة بعد ما أثبتت التحقيقات براءتها من كافة الاتهامات التي أودعت بسببها تحت الحراسة المشددة في مومباي وقالت الشرطة في قرار الإفراج عن الحمامة التي تدعى جو وهي من نوع جاكوبين إذا كان الطائر مستقرا طبيا فليس لدى الشرطة أي اعتراض على إطلاق سراحه تابعت المزيد من الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير الإخبارية لا تنسوا الاشتراك في قناتنا سنسعد بي اشتراكك في القناة واعجبك بي القصة ومشاركتها والتعليقك عليها اعتقال الحمامة وفي مايو 2023 عثرت الشرطة على الحمامة جو بعدما عبرت الحدود الهندية الصينية وهي ترتدي حلقتين معدنيا مع رسالة على جناحيها مكتوبة بشكل غير مقروء مما أدى إلى الاشتباه في قيامها بالتجسس وبتحليل الخبراء للقطع المعدنية التي كانت بحوزتها وجد أنها مدون عليها عبارة 2020 مما زاد من شكوك السلطات الهندية والتي قررت نقل الحمامة إلى محطة شرطة في مومباي حيث تم وضعها في قفص للطيور وتم تسميتها جو وتم التحقيق معها لمعرفة ما إذا كانت تحمل أي رسائل أو أجهزة تجسس وبنهاية التحقيقات أودعت الحمامة في مستشفى بيطري في مومباي لحين أخذ القرار النهائي في حالتها والتأكد من أنها لا تتبع أي أجهزة مخابرات أخرى بخلاف الصين ناشطون يطالبون بالإفراج عن الحمامة وتبنت جمعية المعاملة الأخلاقية للحيوانات في الهنات في الهند بيتا دعوات أطلقها نشطاء طلبوا خلالها بالإفراج عن جو وقامت بتقديم طلب للشرطة بالحصول على إذن بإطلاق سراحها ما إذا لم يعد هناك حاجة لتكبيل حريتها وبدورها قالت بورفا جوشيبورا مديرة الجمعية في بيان مثل جميع الطيور يجب أن يكون الحمامة حرا في التحليق في السماء والبحث عن الطعام وتربية صغاره كزوجين بالتعاون مع زملائهم وأشار البيان إلى أن الحمامة لديه ثقافته الخاصة وهو رفيق مدى الحياة ويحب صغاره ويجتاز اختبار المرآة مما يدل على الوعي الذاتي والذكاء وتابع لكن لسوء الحظ يتم تشويه سمعة هذه الطيور الرائعة في جميع أنحاء العالم بل وتستخدم في السباقات التي تواجه فيها معاناة جماعية وموتا وراءت الحمامة وحصلت جو الثلاثاء على إذن بالعودة إلى التحليق بعد ثمانية أشهر من الاحتجاز حيث تم أخيرا إطلاق سراحها بعدما تبين أنها لا تشكل أي تهديد للأمن القومي الهندي وأن الخاتم المعدني الذي عثر عليه معها هو علامة تمييز لمرب الحمامة وتم تسليم الحمامة إلى جمعية لحماية الحيوانات في مومباي حيث ستتلقى الرعاية اللازمة حتى تتمكن من العودة إلى بلدها الأصلي حسب ما صرح المحامي ميت عشار المستشار القانوني للجمعية التي طالبت بالإفراج عنها وقال عشار في تصريحات لصحيفة هندوستان تايمز اليومية الآن أصبح للحمامة أخيرا الحرية في التحليق في السماء كما ينبغي لجميع الطيور أن تفعل ذلك وأوضح أن الجمعية التي يمثلها تتلقى حوالي ألف مكالمة أسبوعيا لحالات الطوارئ المتعلقة بالحيوانات لكن حالة الحمامة كانت الأولى من نوعها ليجاسوس مزعوم يحتاج إلى إطلاق سراحه من السجن غير المشروع ووفقا لصحيفة هندوستان تايمز اليومية فإن الحمامة التي نالت حريتها جرى اعتقالها بعد مشاركتها في سباقات المياه المفتوحة في تايوان وفي إحدى تلك المسابقات عبرت الحدود وهبطت في الهندي للاستراحة حيث قطعت رحلة لا تقل عن خمسة آلاف كيلو متر غير أن لحظها العثر وجدت معاناة أخرى أكثر ألما من التحليق لمسافات طويلة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر